يعني أفضل قاعدة شوية فكر معي 24 ساعة بس؟ يعني لو أقل يكون أحسن طبعاً بس 24 ساعة ده ماكسيمم طب لو بعد فيهم ميسج غلط مثلاً ولا قلت كلمة غلط ما أنا في لحظة غضب يعني في أحد يقول لك أنا ما بصفاش بسرعة ما هو وارد جداً يكون أصلاً في وقت غضبنا لكون قلنا كلام مش أنسب حاجة بس لما بنهدى من راجع نفسنا طب هو كان قاعد سنة ونص وقت غضب بيحاول يفك عن نفسه؟ خالص هو كان يعيش حياته تماماً من السنة ونصف بيرجعوا ليه بعد ميلانيا ضاعت من إيده؟ في العموم بيرجعوا علشان بيفتكروا إحنا بعد فترة بنبتدي نفتكر الحاجات اللي افتقدناها يعني أول ما العلاقة بتنتهي بيفتكر بس الحاجات اللي كانت واجعاها إنه هو مثلاً كان متضايق كان حاسن محبوس كانش باخد راحته بس بعد شوية كل حاجات بتتشال بيفتكر بس المكسب أو طبعاً أنه يقع في علاقة تانية أسوأ فيتعذب فيها تعرف أمشي جبت ست ستشي لبس بقى تعالي تاني عرفوا لو أنا مش هوافق يا فتبقى كده صح؟ حايفاً يعني هو لما لقى أنها اتخطبت راح راجع قال الله أنا بحبك وي 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 والحقيقة فكرة الطرف التالت ده محفز عندي ناس كتير يعني في ناس كتير بتقع في قصة نهلة مثلاً حد تخطب حد لقى علاقة جديدة فيبتدي يرجع لها تاني بس عشان يحتاج طب ليه بقى بيبقى هذا حافز ده؟ ممكن نعمل تمثيلية يعني ممكن دائماً بيقول كن في حد مثلاً في شلتك أو في شغلته حريقة صحيح هو بيجي تصوروا الصورتين يتكلم المكالمتين يرقصوا ويدوسوا عيب لبعض وقتشطتك أحليم شكراً يا حبيبي مش عايزينك تاني خلاص أنا هكمل بقى قصتشي مش انتك بتاع حصل صحيح طبعاً بس ده أمر غير صحيح مش هو ده الحل ان احنا نخلي العلاقة يمشي صحيح يكون عارف امتي فعلاً وعارف انه لو ضعني من ايده هو الخسران فعارف امتي أكتر فيحفظ عليك طب وبعد المشهد ده هيحصل ايه؟ قد سابنتين رفع عليك وده اللي بيحصل كتير جداً في العلاقات يعني البنات بتفرح ان هو رجع بس هو رجع ليه؟ يعني فرصة تانية قبل ما نديها نسأل نفسنا احنا مندي فرصة تانية عشان ايه؟ وقيل تغير في حاجة تغير تندي عشان فرصة تانية طب هو بيقفر تغيير هو اتغير فعلاً ولا هو بيعلن التغيير ومعملش اي حاجة؟ طب الناس اللي بتضطر ان ايه بقى تشرب عشان تنسى ومنسى اولي يعني وشربة بينسي؟ خالص شربة ده بيخلي امور تتفاقن فقط يعني بيخلي المشاكل تجبر وزيد يعني لو كان الكول او اي حاجة او مخدرات او او فعلاً بتخليك توقع تفكر في الموضوع اكتر؟ طبعاً لان بيحصل بعدها ريباوند مود يعني اي نوع من المخدرات بكل درجاتهم كل اللي بيعملونه بيفصل الدماغي شوية فعلاً وقت ما بيشرب وبعدها بيحصل ايه؟ ما يدخل في مود اسوأ منه يعني اليوم اللي بتشرب فيه بيفصل بعد كده يصحبها بعد كده كهانجوفر او متدايق او عاد بيفكر بالضبط فيجيله مود اعلى ما في ملكان فيه يجي بعدها هو عايز يشرب فعايز يفصل فنفس الحاجة اللي كان بياخدها ما بتفصلش فبياخد اكتر يحصل التعود مو يقلد يزود الدوسج او الكمية وخلاص كده شكر او يغير النوع يعني ياخد حاجة اعلى لشان تحسسه بنفس الشعور فانتقل لحاجات اسوأ